في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءة القطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه وأصفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 6327 قضية تمولية متنوعة وضبط 1333 قضية في مجال منع تداول الأرقيلة بمضبطات 7020 أرقيلة إضافة إلى غلق 5267 محلا مخالفا لقرار مواعيد الغلق كما تم ضبط عدد 51 696 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفارت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 9193 قضية تمونية متنوعة من بينها 204 قضية بيع استوانات بوتجاز في السوق السوداء بمضبطات بلغت 40789 استوانات بوتجاز وضبط 24 قضية مواد بترولية بمضبطات بلغت 481703 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط 8 1965 قضية تمونية بمضبطات وزنت 2139 طن و876 كيلو سلع غذائية متنوعة وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 251 651 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 30 577 مخالفة تجاوز السرع المقررة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3923 من قائد المركبات تبين إيجابية عدد 200 واثنين سائقا منهم كما تم المرور على 241 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 802 من سائق حافلات المدارس وتبين إيجابية سائقين منهم كما تم فحص 792 مركبة تبين مخالفة 26 مركبة الاشتراطات الصلاحية الفنية كما تم رفع 415 سيارة و 68 دراجة نارية متروكة ومتهالكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 20 144 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس وفي مجال الأمن السياحية نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 283 قضية ومخالفة أبرزها حيازت الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات شركات سياحية وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال اسبوع 75061 قضية في مجال سلقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 61.830.645 جنيه وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال اسبوع 253 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبط خلالها 158 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات كما تم ضبط 95 قضية في مجال جرائم المطبوعات وفي مجال قضايا الاموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال اسبوع 23 قضية في مجال الاموال العامة بقيمة مالية بلغت 138.754.105 جنيه وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت اجهزة الوزارة من ضبط 1722 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت اكثر من مليارين و188.457.000 جنيه قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجار فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 9.645.793 جنيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر